انا اسمي سامح طلال بشتغل ماركتنج مانجر في اريكسن النهاردة احنا في جايتكس بنعرف مع بتلكم مجموعة من الحلول الحل اللي انا هتكلم عليه دلوقتي هو الواي فاي كولنج او الاتصال من خلال الواي فاي الحل ده كان اريكسن طورته مع شركة ابل لان احنا لقينا ان الناس كتير اما بتيجي بتسافر بره البلب بتاعتها طريق التعاملها مع الاتصال بتبقى مختلفة بمعنى ان انا لو ماشي في الشارع عادة ما بتكلمش في التليفون لغاية لما ارجع القوتل بتاعي بفتح الواي فاي ارتدي اكلم اهلي في البلد باستخدام الواتساب باستخدام الفايبر اي خبمة ففكرنا اقولنا طب ليه ما نستخدمش نفس الطريقة ديت نفس البيهيفير بتاع الراجل اللي بيسافر واتدي له خبمة يقدر يستفيد منها حتى ايضا باستخدام رقم تليفونه فبالتالي لو انا مسافر اقدر استخدام رقم تليفوني عشان اتصل تاني على بلدي او على اي مكان تاني فخلينا نمسك اكزامبل لو انا قاعد في البحرين مشترك في خبمة باتلكو وقررت ان انا سافر الامارات هنا كل اللي انا بعمله لو انا زي التليفون دوت بقفل الكنكشن بتاعتي بقفل 3G كونكشن بتاعتي شغالة على سلايب مود هيطلع لي اسم باتلكو على المشغل بتاعي لو انا كونكتد على اي واي فاي كونكتد في الكافي قاعد في الكافي قاعد في القوتيل في مكان زي لحنا فيه في اي واي فاي كونكشن كونكتا عليها هيطلع لي اسم باتلكو هفتح للتيليفون وهتصل بالرقم التليفون باي رقم تليفون اي بني ادم مش لازم يكون عنده نفس الخبمة شغالة هتصل بي هيتلع له رقم تليفوني وهنتكلم بسعر المكالمة المحلية كاني قاعد في البحرين لو انا عايز اتكلم مكالمة دولية هتكلم بنفس سعر المكالمة الدولية كانني قاعد في البحرين الميزة العظيمة ان انا محتفظ برقم تليفوني الراجل اللي قدامي مش محتاج ان يكون عنده نفس الخدمة كل اللي بعمله بس باتصل بيه باستخدام الديالر الطبيعي بتاع تليفون ما مش محتاج ان ازل حتى ابليكيشن مختلف زي بايبر او واتاب زي ما قلنا فوالدي اللي هو كبير في السن اللي ما عندوش تليفون حتى سمارت اقدر اكلمه وهو يقدر يتصل بيه الرقم تليفوني وهجيلي لمكالمة زي ماهل عملناها خطوة كمان قلنا طب عادة الراجل اللي عندو تليفون ابل بيبقى عندو جزء كبير من بقية اجهزة ابل زي الايباد زي الماكبوك زي الابل ووتش فبالتالي قلنا طب ممكن ياخد بتاعت المكالمة على بقية الاجهزة بتاعه فلو حد اكلمني على رقم تليفوني وانا برا او حتى ايمن في البلد وعلى كونكتد على واي فاي هيجيلي نوتيفيكيشن على كل الاجهزة بتاعتي فلو انا فرضا النهاردة نزلتي من البيت نسيت الموبايل بتاعي عدادة كلنا اول ما بنالسل الموبايل بجري جرية على بيت عشان اجيبه لا لو انا معي بيتاي وشغال او معي الايباد انا مش محتاج بعجيبي التليفون المكالمة هتجيلي على الايباد وهاخدها على الايباد وهتكلم هتجيلي على المكبوك واخدها على المكبوك من غير محتاج التليفون التليفون هو basic انما بقية الاجهزة بتاعتي ستيل هتفضل شغالة من غير محتاج اي سيم ديفيس جواها فمجرد consulting ما بينهم هو الابل اي دي فبالتالي الحل دوت سهل حياة كتير سهل حياتي وأنا في الصفر ده جزء كبير منها سهل حياتي وأنا في بلدي لو أنا مفترض أن أنا في حتة ما فيهاش كفريج 3G وبتلكه دلوقتي عندها الواي فاي كونكشن في كل حتة مش مش مشكلة ما عنديه 3G أنا كونكتد على الواي فاي هقدر استيل أخذ المكالمة بتاعتي على أي جهاز من الأجهزة وهو ده الواي فاي كولينج باقتصار